السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي كحابا يبقى عاملين ايه? النهاردة هعيد تصليحة صابون لاني باز مني تقريبا بتري وبقى الشكل عامل ازاي? بصوا. مش مسك نفسه خالص. تقريبا العيب في البطاس. تمام? فانا هرجعها تاني عامل ايه? عشان خسارة وفيه كمية تانية موجودة عندي اهي. فقلت ايه بقى? هنحطه على النار لخليه فك تاني مع بعضه. بعد كده نزود حب القطاس وهنشوف مع بعض الفطوات سوا. هنجيب بقى فعل عندنا قديمة. هنستعملهاش لحاجة يعني. عشان ما تخافوش على حلالكم وكده. وهنقوم نازلين بالكمية بتاعة الصابون. اللي بقى بسبوسة ده. تمام? وكمية التانية. ونولع النار. تمام? لما يسيح معنا كله. ونشوف ايه الاضافات اللي هنحطها علي. اهم يا حبيبي كده هنهططه على النار. تمام? وهنعط عليه. هيتفكك بس من بعده كده. ونشوف ايه الاضافة الاولانية اللي احنا هنحطها. هنحط بقى ايه الاضافة الاولانية? هنحط ما هلاقي ملحة كبيرة حبيبي. هلاقي ملحة كبيرة. هرمية كده. تمام? وهنحط ما هلاقي سكر زيها برضو كبيرة. تمام? تمام? بعد كده هنقلم. وبعد كده فيه الاضافة التانية بقى اللي هنحطها. بس بعد ما يفك معنا كده. عشان نمسك في بعضه. انا السابون ده عملته قبل كده من غير اي اضافات. وسبحان الله يعني مسكه كده والزبط. المرة دي معرفش باز مني كده ازاي. بس برضو ما ضيفتش عليه الا الاضافات اللي انتو شايفينها دي. تمام? هنجيب بقى نص كوباية مية. يعني يا ريت المية تبقى قليلة. تمام? نشنوس رابع كوباية مية. تمام? هنحط فيها حوالي خمس معالي مليانين من البطاس. هم اضل بالضبط خمس معالي. تمام? بس يا ريت لما تجيبوا البطاس تستعمله على طول. يهدى معي بس البطاس لانه بيعمل تفاعل وبيسخل. يهدى بس معي من السخنية. وبعدين هنضيفه على على الصبر. هننزل بقى بكمية البطاس اللي احنا لسه عملينها. ونقلب. برضو انا علشان خايفة برضو يفك مني. هحط ايه بقى? ينحط آآ ليشا? ينحط تمام? بس هنقلب على قد ما نقدر. لازم تقلبه كتير. عايزين تقلبه بقى مدرب كهربائي. تقلبه اديكو زي ما انا بعمل كده زي ما انا عايزة. بس لازم نقلب في كتير. هنحط بقى تلات معالي كده كبار. تمام? من الدقيق. اللي عنده دقيق يحط. اللي عنده نيشا هيحط. يا جماعة ده الدقيق بيعمل ريحة. ولا نيشا بتعمل ريحة. تمام? انا بس ايه عايز اضمن ايه? ان الصابونة تمسك نفسها. ما تبص ثاني. ونفضل بقى نقلب برضو كتير. بص يا حبايبي كده. نفضلوا تقلبوا في كتير كتير علشان كله يمدزد لبعض كده. كل المكونات اللي احنا ضيفناها. وبعد كده بقى هنقوم صبينه في صادة او سنية. تكون مغلفينها يا اما بستراتش يا اما حطين فيها اكياس آآ بلاستيك. اهو جبت صق وحكيت عليه شنطة. تمام? المهم الشنطة ما تبقاش مخرمة. علشان ايه لو خايفين على الصق ولا خايفين على على الالمونيا. تمام? انا حطيت كده كمية عشان هي كتيرة. فانا هشوف ايه? هتاخد قد ايه? ممكن نحتاج سوق تاني ولا لأ? بص حبيبي. ان شاء الله يكون على اخر النهار كده. نشوف قدامنا. نشوف هن ايه تشققه مع بعدينا. يبت كيس تلالة. تمام? اللي بتحطه فيه الاكل اللي بيفيد او ناطب. وهنقوم ايه? نسويني من فوق كده. بطريقة دي. ان شاء الله ويرقى الصق بتاعهم تساوي كل حاجة. انا سويته كده بالكيس على قد ما قدرت حبيبي. وان شاء الله هحط الكمية التانية في الصق التاني ولما يخلص معي هنشوفه سوا. حبيبي جبت الصق التاني هون. حطت فيه بقيت الكمية. تمام? برضو هنساويها زي كل زي الصق الاولاني. وبعد كده هنكون اكيد. اهو الصق التاني. ولما ينشف بقى معنا هنبرغه. اهو يا حبيبي. الصابون نشف معي. اخدي بست ساعات من بعد ما عملته. تمام? الوقت اقطعه علشان دازم اقطعه هو طري علشان ما ينشفش معي. هنقطعه كده. تمام? اقطعه بقى زي ما انتم عايزين صابونة صغيرة عن كده. اكبر من كده. زي ما انتم عايزين. تمام? اقطعه بقى اي مربعات. برضو زي ما انتم عايزين. عايزين بقى اقطعوه سامبوكسات راحتكم. بسو. حلوة اوي حجم الصابونة كده. بس عايز اقول لكم بقى معلومة. اه يا ريت سبوه ينشف. اه حوالي شهر كده. الصابونة توقع بتعيش معكو كتير اوي اوي اوي. تمام? هنجيب السجي التاني ونقطعه سوا. السجي التاني اهو هنقطعه برضو سوا. بسم الله. تشوف كده بقى. هنحرب كده بقى الصابونة هي لسه طرية طبعا مش نشفة قوي. بس برضو هنقدر نحركه ونطلعه كله بعيد عن بعضه عشان ينشف اكتر. تمام? اهي الصابونة جميلة ومسكة نفسها. هنقعدها بقى فترة كده حوالي اسبوع او تلات ايام هتقدروا تستعملوها في اي وقت. بس انا باربح ان انتم تسيبوها لمدة شهر عشان الصابونة ترمي معكم والصابونة بتعود بالزرط بعد ما بتنشف معانا عشرة ايام. يعني السابونة بتعود كتير جدا فترة طويلة تستعملوها. اهو يا حبيبي بعد ما قطعته رسيته كده. رسيته يعني رسع شوية عشان برضك ينشف وياخد وقته. تمام? كمية كبيرة جدا. اعمل لي كمية كبيرة جدا كنت هاخسرها. بس الحمد لله انقصت الصابون. يا ربي تكون استفدتوا من الفيديو. ويا ريت لايك وشير. تشتركوا في القناة وتفعال وزر الجراس. عشان يوصلوا كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.